اهلا بكم في قناة هودا جاد للكروشي والاعمال اليدوية برحب بكل متابعي القناة لو اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة بعمل سبسكرايب وتفايل زر الجرس علشان يوصلك كل الديد وعمل لايك وشير للفيديو علشان الكل يزال النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل المفرش دوت هنعرف ازاي نشتغل الوحدة بتاعته وكمان الطريقة بتاعت التشبيك وازاي نعمله مفرش بيضاوي او دائري او لو عايزينه مربع تمام المفرش ده جميل جدا هي وحدة سهلة قوي قوي وليها استخدامات كتير جدا اه من استخداماتها ان احنا ممكن الوحدة دي نفسها ننفذها ونعملها كستر للفناجيل للاطباق لو كبرت شوية تمام كده وممكن زي ما حضرتكم شايفينه كده ممكن ننفذها بالمنظر ده كمفرش اه تحط على دهر الانتري او اه مفرش للسرير يعني ليه استخدامات كتير قوي اه ان شاء الله اه هو ممكن كمان ننفذه باي انواع خيوت قطن او صوف وممكن كمان لو بقايا لو بقايا خيوت عندنا اه مفيش مشكلة برضو هتلملنا كل البقايا بتاعت الخيوت بتاعتنا اه انهار ده ان شاء الله هنستخدم زي ما قلت لحضراتكم ادي الخيوت بتاعتي هي قليز سكرين بيبي تمام كده ومعي الابرة بتاعتي المناسبة لها وابرة التنظيف والمقصة بتاعنا تمام اي خيوت عندك هتلملك ايه الدنيا في المفرش ده وت تمام ويلا بينا هنشوف هنبتجي ازاي اول حاجة هنعملها هنعمل الدايرة السحرية بتاعتنا هنلاف الخيط كده على قدينا وبعدين بالابرة واخش اصحاب كده الخيط كده وبعدين هنختفع تلاتة سلسلة وبعدين انزل جول دايرة اكمل اعمل حداشر عمود بلفة ويبقى معي اول سلاسل الارتفاع دي بعمود بلفة يبقى اجمالي هيبقى جول دايرة اتناشر عمود بلفة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر كده بقى عندي جول دايرة السحرية اتناشر عمود بلفة انا خلصت كده اللامدان وهبتجي اقفل الدايرة بالشكل ده كده تمام وبعدين هدخل هنا اقفلها بمنزلقة هعد واحد اتنين تلاتة اهي تقفلت كده منزلقة اصبح عندي اتناشر عمود بلفة جول دايرة بتعطي طيب وبعد كده هنعمل ايه هنرتفع في مكان ما احنا واقفين كده هنرتفع تلاتة سلسلة وبعدين هعمل اتنين سلسلة تاني اول تلاتة سلسلة ده عبارة عن عمود بلفة وسلسلتين تمام وبعدين هنزل بقى كل عمود دي قابلني هنزل فوقيه عمود ادي العمود التاني هوت هنزل جوا كده هعمل عمود بلفة تمام وبعدين اتنين سلسلة وبعدين هنزل في العمود اللي بعدها لطول اعمل عمود بلفة وبعدين اتنين سلسلة واحد اتنين وهكزا فوق كل العمود يقابلني هعمل عمود بلفة وسلسلتين بالشكل ده كده هكمل العمدان وارجلكم انا كده خلصت الدايرة كلها عملت اتناشر عمود فوق كل عمود عمود وبينهم اتنين سلسلة اصبح عندي ايه شكل كده وبعدين خلاص هجي قافل بقى هعد واحد اتنين تلاتة في سلسلة رقم تلاتة هعمل منزلقة كده تمام وبعدين هاخد غرزة كده تأمين وبعدين هاقص اللون دوت طبعا انتي لو عايزها كلها بلون واحد فكمل الغاية الاخر بنفس اللون اللي انت عايزها بس انا عايزها ايه ملوانة هجيب اللون التاني نبتجي نعمل الغرزة بتاعتنا كده في الشكل دوت وهاجي انزل فأيم بقى اي فراغ ننزل نسحب الغرزة بتاعتنا ونرتفع تلاتة تلسلة واحد اتنين تلاتة وبعدين هنزل في نفس المكان تاني اعمل عمود بلفة كده بقى اعمدين وهنزل تاني في نفس المكان اعمل عمود بلفة يبقى عندي تلاتة عمود بلفة تمام وقرر اخش في الفراغ اللي بعده انزل اعمل عمود بلفة واحد وعمود تاني وعمود تالت بالشكل دوت تمام وهنستمر كده لنهاية الدور هنزل في كل فراغ يا قابلني اعمل فيه تلاتة عمود بلفة انت العمود الاول ادي اتنين ادي تلاتة وهكمل لغاية اخر الدور وارجع لكم انا كده خلصت الدور كله عملت تلاتة عمود في كل فراغ قابلني لغاية ما وصلت للاخر وبعدين هنيفل الدور دوت بغرزة منزلقة تمام وهنا هنقص الخطانة بالشكل ده واصبحت شكل الدايرة عندي بالشكل دوت تمام هجيب اللون التاني وهبتدي اعمل للغرزة بتاعتي وهجي هنا من مكان ما طلعت او اي مكان تاني زي ما تحبي في الوردة انا هخش هنا في المكان ده على طول اصحاب الخيط كده وهبتدي ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهنزل في نفس المكان تاني اللي انا طلعت منه هعمل كمان عمود بلفة يبقى اصبح عندي كده انا طلعت بارتفاع تلاتة سلسلة وده بقى عندي العمود الاول وبعدين نزلت تاني في نفس المكان عملت عمود تاني بقى كده عندي عمودين في نفس المكان وهروح للورزة اللي بعديها على طول لعليها الدورهيت تمام كده اخش جواها بقى اعمل اتنين عمود بلفة في نفس المكان تمام كده وبعدين هعمل ايه هعمل خمسة سلسلة هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعدين هسيب الغرزة اللي عليها الدور مش هنزل فيها وهنزل في الغرزة اللي بعدها اي انا سبتي كده الغرزة دي مش هدخل فيها هخش في الغرزة اللي بعدها على طول هلف الخط كده على الابرة بلفة وزي ما انتو شايفين انا واخد الخيط الاولاني معايا علشان خاطر ايه يبقى سهل علي في التنظيف ما يبقى صعب تمام كده ادي الشكل هو طيب انا انزلت هنا عملت اتنين عمود بلفة وبعدين الغرزة اللي براها على طول برضو نزلت جوها اعملت اتنين عمود بلفة وبعدين هعمل خمسة سلسلة تاتة اربعة خمسة واللي في الخيطة على الابرة وانزل اسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها هخش في الغرزة اللي بعديها انزل اعمل اتنين عمود بلفة في نفس المكان وبعدين الغرزة اللي براها على طول برضو هدخل جوها اعمل اتنين عمود بلفة بالشكل دوت وبعدين هنعمل خمسة سلسلة تنين تلاتة اربعة خمسة واللي في الخيطة على الابرة واسيب الغرزة اللي بعدها مش هدخل فيها لكن هدخل في اللي بعدها اعمل اتنين عمود بلفة جوه المكان وبعدين الغرزة اللي وراها على طول انزل اعمل اتنين عمود بلفة بالشكل دوت وبعدين خمسة سلسلة خمسة وهستمر كده لغاية الدور شايفين حضراتكم المنظر هستمر كده لغاية نهاية الدور عمودين عمودين وهسيب عمود مش هشتغل فيه هنا كده لكن هعمل فوقيه خمسة سلسلة واستمر كده لغاية اخر الدور ونرجع نشوفها نكمل ازاي انا كده خلصت الدور زي ما اتفقنا كده كنا بنعمل عمودين في نفس في غرزة واحدة في عمود واحد تمام عمودين والعمود اللي بعده بشتغل فيه عمودين تاني وبينهم خمسة سلسلة انا كده خلص خلصت واجي لغرزة العمود اللي انا سبتها عشان برضو هتأكد ان شغلي تمام وهاجي هنا هقفل بمنزلقة في تالت واحد اتنين تلاتة تالت سلسلة هنا في العمود الاولاني هسحب كده سحبت كده منزلقة طيب دلوقتي بقى انا عايزة ابتجي ايه الشغل بتاعي يبقى ابتجي من النص همشي في العمود اللي بعده ده ادخل جواه واسحب منزلقة تمام انا كده وصلت للنص هروح نازلة في النص العمودين هنا تمام جوا العمودين اهو جواهم واسحب الخيط واعمل غرزة حشر بالشكل ده تمام كده واضح كده طيب وبعدين هدخل بقى هلف الخيط على الابرة ادخل جوا الخمس ثلاثة فراغ دول انزل جواهم اعمل كم عمود اعمل اربعة عمود بلفة ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة اعمل زلسلة وبعدين انزل تاني اعمل اربعة عمود بلفة تلاتة اربعة بالشكل ده يبقى انا عملت هنا انا مشيت هنا لغاية النص هنا كده بين النص العمودين تمام وبعدين مشيت جوا الثلاسل اعملت اربعة عمود بلفة وبعدين اعملت سلسلة واحدة وبعدين نزلت تاني في نفس المكان اعملت اربعة عمود بلفة وبعدين هروح فين هروح في نص هنا كده في النص هنا يعني يعني في وسط الاربع عمدان دول هنا هدخل اعمل غرزة حشو يبقى انا كده قفلت البقات اللي بتاعتي تمام وبعدين هنلف الخطع لالابرة هننزل في الفراغ السلاسل اللي عليه الدور ننزل نعمل اربعة عمود بلفة ادي كده العمود الاول وهجي كده العمود تاني تلاتة اربعة وهناخد الغرزة وبعدين سلسلة يعني وبعدين هنزل اعمل اربعة عمود بلفة تاني اتنين تلاتة اربعة خلصت الاربع عمود بلفة هاجي هنا بعد تاني عمودين في النص كده وادخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده يبقى اصبح عندي ادي الشكل اهو تمام كده كده واضح هكمل بقى في كل فراغ سلاسل هنا لغاية الاخر تمام اربعة عمود بلفة غرزة سلسلة اربعة عمود بلفة وهكذا لغاية نهاية الدور هخلص الدور وارجعلك انا كده خلصت الوردة بتاعتي او وحدة المفرش تمام انا اشتغلت في كل واحدة اربعة عمود بلفة سلسلة اربعة عمود بلفة تمام وبعدين شبكت بغرزة حشو في نص الاربع عمدان هنا انا مش ما كملتهاش لغاية الاخر على اساس ان انا هشبكها احنا هنا عشان نشبك لازم هتبع عندنا مخلصين وحدة كاملة ومقفلينها بالشكل دوت تمام وبعدين الوحدة التانية اللي احنا نشتغلها هنكون سايبين فيها لسه بتلتين ما اشتغلناش فيهم تمام بالشكل ده انا هنا عملت اربعة عمود بلفة وهاجف اي على ظهر الشغل كده هجيب المفرشين المفرش الكامل والمفرش اللي هو مش كامل علشان اشبكهم في بعض هاجي هنا في نص في النص اهو في فراغ النص اهو تمام كده واروح سحب الخيط واروح عملها منزلقة تمام كده واروح لفة خيط تاني وانزل في نفس المكان اكمل الاربع عمود بلفة بتوع البطلة ادي كده تلاتة اربعة تمام وبعدين زي ما اتفقنا هاجي هنا بعد اول عمودين انزل اعمل قرزة حشو بالشكل دوت وبعدين هنلف الخيط وننزل هنا في الفراغ السلاسل نعمل اربعة عمود بلفة ادي كده اتنين تلاتة اربعة اول ما خلصت الاربع عمود بلفة اتجي حط كده الاتنين قدامي عشان اشوف انا هاشبك ازاي تمام كده دي اللي عليها الدور اللي هي بعدها على طول تمام كده هنخش فيها على طول اهي في نص او في نص الاربع تمام كده واسحب منزلقة كده واخد وراهي سلسلة على طول تمام وبعدين نلف الخيط على الابرة ننزل في المكان هنا نكمل البتلة بتاعتنا باربع عمود بلفة اتنين تلاتة اربعة وبعدين هاجي هنا هقفل لمنزلقة فين اهي في العمود دوت وبعدين اخد ورزة تأمين بشكل دوت واقفل كده تعالوا بقى نشوف المنزل بتاعنا انا كده شبكت اول وحدتين في بعض تمام كده خليها كده بالعرض تمام حيوة دي طبعا احنا بعد كده هننضفها تمام وبعدين انا المفروض ان انا بقى هاشتغل تاني وحدة تانية زي دي وبرضو مش هكملها لغاية الاخر هشتغل واحدة وبعدين ارجع لكم ونشوف اه احنا هنشتغل فيها كام بتلة وهن ازاي هنبتدي ان انا نشبكم في بعض انا دلوقتي كملت اه الطول اللي انا عايزاه من المفرش تمام كده طبعا انتي عايزة تطويل اكتر من كده هتمشي بالطول لغاية الطول اللي انتي عايزاه زي ما احنا كل مرة بنقول في الفيديوهات بتاعنا بتاعتنا اهم حدف تشبيك ان انتي تمشي بالطول وبعد كده تبتدي بقى تزودي من الجناب اليمين والشمال تمام فاحنا كده خلاص عملت اللي انا عايزاه من العدد وعشان خاطر ابتدي بقى السطر التاني تمام كده انا اشتغلت الوحدة دي بس خليت عندي اربع فراغات سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة علشان اللي اربعة دول هم دول لنا هشبك فيها طيب احنا هنشبك الاربعة دول فين احنا هنيجي هنشبك من الناحية زي تمام كده هنا انا هبتدي اشبك من الفراغ ده الواحدة دي هنا كده واحد اتنين هنا تمام واجي هنا تلاتة واجي هنا اربعة يبقى انا هشبك في الاربعة بتلات دول تمام الواحدة دي انا اشتغلت اول اربعة هموت بلفة وبعدين هبتدي بقى انزل اشبك على طول هاجي هنا هو في دي ما نساش او هتشبكي هنا هتطلق بطي هبا واضي الواحدة مش هتثبت معاك هبتدي هنا هوت وياريت لو حابة تعلميها ما فيش مشكلة هيبقى طبعا افضل لك هاجي هنا من تحته زي ما احنا متعودين في الفراغ بتاع السلسلة اللي في النص وهبتدي اسحب الغرزة بتاعتي وعملها كده منطلقة واخد الغرزة ايه اللي وراها وبعدين هبتدي انزل تاني اكمل بقى البتلة بتاعتي باربعة عمود بلفة عادي خالص اتنين تلقيتها بتاعلي التشبيك بقى سهل عليكم لان احنا قررناه اكتر من مرة في الفيديوهات اللي فاتت فبتاعلي ان انتو حفزتوا بقى خلاص التشبيك انا خلصت هنا اربعة عمود بلفة هوت وبعدين هنزل في نص الاربع عمدان اعمل غرزة حشو عادي خالص ما فيش اي اختلاف وبعدين هنلف الخطة على الابرة ننزل في فراغ السلاسل نعمل اربعة عمود بلفة نجي واحد اتنين تلاتة كده اربعة عمود بلفة تمام ومش هاخد سلسلة هاجي فين اهو كده هاجي على طول البتلة اللي عليها الدور على طول اهيه هروح ايه دخلة جواهية اهي في الفراغ السلسلة واسحب الخيط بمنزلقة كده وارروح واخده وراها ايه كرسا وبعدين هلف الخطة على الابرة وانزل في نفس مكان هنا بقى عشان اكمل البتلة بتاعتي نكملها باربعة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة كده البتلة عندي كملت هاجي هنا انزل هنا في وسط الاربع عمود كده وانزل اعمل قرصة حشو بالشكل دوت تمام خش على البتلة اللي وراها هنعمل اربعة عمود بلفة تلاتة اربعة تمام وبعدين هفرد كده اهم حاجة انك تفردي المفرش قدامك علشان خاطر تبي شايفة الوحدات وشايفة الاماكن اللي انت هتشبكي فيها علشان خاطر ما تطلطيش انا كده خلاص كده هدخل فين ادي دي لعليها بقى الدورة هي على طول انا بابسيبش اي حاجة هنا في النص خالص هاجي كده هدخل اه في النص اللي فيه استرسلة واسحب منزلقة وياخذ رها غرزة كده تمام وبعدين هلف الخيط على الابرة وانزل اكمل الاربع عمود لفة تكملة البتلة هنزل نقفل هنا عادي خالص بغرزة حشو تمام وبعدين اخر البتلة بقى عليها الدور هنزل عمل فيها اربعة بلفة كده اربعة تمام وهفرد المفرش اهو وهاجي فين اللي عليها الدور زي ما احنا قولنا اهي سوري اهي اللي على طول اللي وراها على طول المقابلة على طول لها تمام هنزل اهو الفراغ اللي فيه السلسلة واسحب بمنزلقة وبعدين اخدرها ايه غرزة ولف الخيط وانزل اعمل الاربع عمود بلفة تكملة البتلة كده اتنين تلاتة اربعة تمام وهنزل فين هنزل هنا في النصد ههو في النصد بتاع السلسل دي واسحب بمنزلقة وبعدين اخد غرزة تأمين ورا كده وبعدين نقص الخيط تعالوا نشوف بقى الشكل كده بقى عامل ازاي ادي الشكل ههو ادي كده ادي الشكل بتاعنا شايفين الشكل دي جميل زي ما احنا قلنا بقى كده هنعيد بسرعة ان احنا مشينا بالطول اللي احنا عايزينه شوف الطول اللي انت عايزة عايزة مترا مترا ونصد اتنين بتعملي مفرش كبير للسرير مفرش للسفرة شوف المقاس اللي انت عايزة انا بفضل الطريقة دي لان هي الطريقة دي سهلة جدا وبعدين مش بتغلطي فيها بتبقي شايفة كل حاجة قدامك الشغل بيبقى واضح تمام خلصت اول سطر الطول اللي انا عايزاه ابتدي بقى اشتغل من الناحية التانية اليمين وممكن من الشمال براحتك عايزة تستمر من اتجاه واحد برضو مش غلط تمام كده هنشوف الطريقة برضو ما فيش اي اختلافات خالص طيب انا هكمل بقى بعد كده ازاي انا برضو هتستمر ان انا اشتغل وحدة بس الوحدة بقى اللي بعد كده هتختلف شوية ليه لاني انا زاد عندي هنا هوت في دلعين زادوا انا الاول كنت بشبك في وحدتين يعني عندي واحد اتنين تلاتة اربعة اللي انا شبكت فيهم الوحدات الجديدة طيب بعد ما شبكت هنا السطر التاني اصبح دلوقتي لما اجي هشبك هشبك هنا وهنا 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 كمان من ستة من ست بتلات هنشبك فيهم انا هعمل الوحدة وارجع لكم هشوف ايه هنكملها زي انا كده خلصت الوحدة دي تمام وعند اول بقى اشتغل الفراغ بتاع السلاسل دوت تمام تبتدي على طول تشبك يعني علشان خطر ما تغلطيش في ناس ممكن تشتغل كزا واحدة كزا بتلة كده وتخلصها وعند ما تيجي تبتدي تشبك تنسى او يكون عدد تشبيك اكبر من البتلات اللي هي لسه ما اشتغلتيش فيها فعشان ما تغلطيش اول ما تبتدي على طول اهو احنا خلصنا صف السلاسل كله وبتدينا ليست خلص بها هنملة الفراغات دهيت تبتدي تشبك انا عملت هنا اربعة عمود بلفة وهبتدي اللي عليه الدور على طول زي ما اتفقنا هاجي في البتلة دي تمام كده هنا وهنا اوكي هنبتدي نشبك هننزل كده هنيجي هنا هود في دي اهي من وراها كده عند السلسلة وزي ما اتفقنا هنسحب كده وناخد وراها على طول كرزة وبعدين ننزل نكمل البتلة بتاعتنا عاجي خالص واحد اتنين تلاتة طريقة التشبيك على فكرة سهلة جدا جدا محدش يقول عليها صعبة هي سهلة وهي مقرارة في كل المفارش تمام انا كده خلاص خلصت البتلة بتاعتي هروح بقى للفراغ التاني بتاع السلاسل وابتدي انزل اعمل اربعة عمود بلفة اتنين تلاتة اربعة ملتها اربعة عمود بلفة هروح بقى على طول كده افرش كده قدامي الوحدات علشان خاطر يباني قدامي انا باشتغل ازاي تمام وكمان مغلطش خلصت الاربعة هاجي فين هدي بقى اللي بورها على طول هبتدي انزل اهي في الظهر بتاعها في الفراغ بتاع السلسلة واسحب كده غرزة وامل وراها على طول غرزة تانية وبعدين ارجع بقى للوحدة بتاعتي اللي هي مش كاملة ابتدي اعمل فيها كام اربعة عمود بلفة يبقى انا كده خلصت البتلة بتاعتي تمام كده هوت اربعة وهقفل فين في نص الاربعة هوت تمام هنقفل ايه غرزة حشو زي ما احنا متعودين وبعدين اروح لفراغ السلسلة اللي بعده هنعمل كده هوت اربعة عمود بلفة جواهات زي ما كنت يشتغل البتلة بالزبط اربعة خلصت اربعة هفرت كده المفرش تاني قدامي واشوف ها هروح فين اشبك هلاقي دي على طول تمام كده هروح على طول دخلة فيها من ورا كده فراغ بتاع السلسلة اوسع لي نفسي كده عشان اشوف الغرزة اللي انا هشبك فيها اهي كده واسحب وراها بورطة وبعدين انزل تاني في نفس الفراغ واكمل اربعة عمود بلفة ثلاثة ثلاثة عشوة صوت بس الخيط مع الابرة علشان خاطر صوف بالشكل دوت كده خلاص بصوا بقى لما شبكنا شبكنا دي في دي واضحة اهي ودي هنا مع الوحدة دي الكاملة وهنا هوت مع الوحدة دي تمام وبعدين انا كده خلص خلصت كده الوحدة دي هبتدي اعمل ايه خلص خلصت اربعة عمود هنزل هنا في النص وانزل اعمل غرزة حشو كده تمام وبعدين هنخش في الفراغ الثلاثة اللي بعدها على طول هنعمل اربعة عمود بلفة ما فيش اي اختلاف في العدد ولا اي شي مفرش جميل والوحدة بتاعته سهلة اوي 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 ومشهورة كمان وتقدر يتنفذي منها مشاريع كتير اوي اوي هجي هنا بقى اهي دي اللي عليها الدور على طول الوحدة دي كده هخش هنا اهي في الفراغ بتاع السلسلة اسحب كده وبعدين اخذ وراها على طول منزلك وبعدين الف الخطة على الابرة وانزل في نفس المكان تاني اكمل بقى البتلة بتاعتي باربعة عمود بلفة اونين تلاتة اربعة اما واقفل باقفل بغرزة بغرزة حشر كده لشكل عندي شايفين انا كل شوية بفرد ازاي في الوحدة على اساس اننا الشغل عندي يبقى كله باين وما غلطش في اي حاجة تمام مجرد ما ابتديتي من اول السلاسل انت كده تضمان ان انت هتقدر تشبكي كل الوحدات وتلفي من غير اي اخطاء تمام كده طيب هنا بقى خلاص هنخلصنا دي هخش على البعدها هلف الخيط على الابرة كده وانزل في الفراغ بتاع السلاسل هنعمل اربعة عمود بلفة بدي كده اتنين تلاتة اربعة تمام خلصت الاربعة اوكي هفرد كده هنزل هتقابلني على طول جيل قدام دي على طول شايفين كده حضراتكم ايه جيل مقابلة لها على طول هبتجي اخش فيها من ورا كده هفتح كده ووسع لنفس الشغل واول ملاقي فراغ السلسلة اروح دخلة وسحبة كده بسلسلة اوكي وبعدين هنزل اكمل اربعة عمود بلفة تاني اجي كده واحد اتنين تلاتة اربعة وهنزل اقفل هنا لغرزة حشو انا بعمل بسرعة بحيث ان احنا ايه عملنا برها في الاول تمام وفاهمين الدنيا ماشية زي اوكي طيب انا خلصت هيت دي هيت بس بحب اوريكوا الشكل اول بول علشان يمشي معي بنفس الخطوات ان شاء الله تطلع معا الوحدة مظبوطة وسليمة من اول مرة تمام كده ادي كده الشكل بتاعنا هوت وبعدين هروح بقى الوحدة للبتلة اللي بعد منها تمام احيي هخش كده لك في الخيط وانزل جوه فراغ سلاسل اعمل اربعة عمود بلفة اتنين ثلاثة اربعة اول ما خلصت الاربعة هروح فين على طول هبص كده هلاقي الوحدة دي المقابلة لها على طول تمام هاجي كده هخش اهي اهي ادخل اصحب الخيط اهي تلعج كده وبعدين خدت وراها على طول غرصة وبعدين هلف الخيط هعمل اربعة عمود بلفة كده تنين ثلاثة ثلاثة كده اربعة خلصت كده اربعة عمود بلفة انزل في نص اللامدان هنا واعمل غرزة حشو تعالوا بقى نشوف كده الشكل بقى ازاي الله بجد فعلا مفرش خطير بمعنى الكلمة بصوا كده حضراتكم ده الشكل بعد لما شبكنا من هنا ادي اهو اتنين خدنا اتنين من الوحدة دي اخمت وبعدين خدنا اتنين من الوحدة التانية دي وبعدين اخدنا كمان اتنين من الوحدة دي كمان تمام طيب بعد كده بقى ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان احنا هنشتغل الست بقى ثلاثة اللي فاضلين عادي بقى خالص ما خلاص كده احنا كده مش هلاقي حاجة دلوقتي نشبكها فيها تاني خلاص اللي كان عليه الدور يشبك خلاص شبكنا تمام كده هبتدي انزل هوت كده ادي واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة 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 خلص خلصت اربعة عمود اللي انا بعملهم بعدين ااخد سلسلة واحدة وبعدين انزل في نفس المكان تاني اعمل اربعة اعمود تاني هوت اتنين تلاتة واعمل ورزة حشو شوف بقى على شكل شوفتو كده الشكل لحضراتكم يارب يكون باين واضح تمام شوشان بس لسة الشغل بس هو كده باين بصوا جمال الالوان بقى شحلو قوي قوي زي تمام دلوقتي احنا بقى هنخلص هنشتغل في البتلات الفضلة دي كل واحدة هنشتغل فيها اربعة عمود بلفة سلسلة اربعة عمود بلفة وهكذا لغاية اخر واحدة هنا وهنقفل خلاص الوحدة بتاعتنا عادي خالص من غير اي تشبيك تاني في الجزء ده هخلص هارجع لكم انا عملت واحدة اشتغلت واحدة هوت وجيت هنا بس عشان عايزة وريكي على حاجة اه احنا هنا خلاص خلصنا اه الطريقة دي خلاص بالطول وعملنا الوحدتين دول شبكناهم في بعض طيب انا اشتغلت من الناحية دي طيب انا لو عايزة اشتغل بقى من الناحية دي من هنا هعمل ايه هقولك حيلا هلفك كده المفرش تمام هخلي وشه كده ليا بالشكل دوت وهنعمل ايه هجيب الوحدة بتاعتي برضو هحطها كده يا ربي كده يكون بعيد تمام وهنبتدي نعمل ايه نفس اللي عملنا هنا هنا عملنا اتنين واثنين اول واحدة هتيجي هنا حضرتك تعملي هنا وهنا في اول بتلتين هتشبكهم في بعض وبعدين تيجي هنا تشبكي الاثنين دول في بعض يبقى اربع بتلات بس اللي هتشبكه في الوحدة دي الاثنين دول والاثنين دول وباقي الوحدة هتشتغل يا عادي خالص من غير تشبك دي قدام دي كده عشان ما تطلق بطيش تمام وبعدين الوحدة اللي بعدها هتلاقي عندك هنا في اتنين وهنا في اتنين وهنا في اتنين يبقى الوحدة اللي بعد كده هتتشبك من ست جهات تمام كده وهتلاحظي دايما ان بعد كده في كل وحدة ووحدة هتتشبك ست اتجاهات تمام كده عشان ما تطلق بطيش هتمشي برضو بالطول كده لغاية الطول المناسب اللي انت عايزها حبيتي شكل مدور تمام هيبقى في وحدة هنا فلنفترض ان هي دي تمام كده اهي انا بس بقرب لكم المثال لو انت حابة تعمليه مفرش دائري مش عايزة تعمليه شكل بيضاوي هو ممكن بتعمل باشكال كتير جدا بيضاوي ممكن مربع تمام وممكن اللي هو المدور دوا هتشبك بالطريقة دي هنا اتنين وهنا اتنين اوكي وبعدين هنا اللي هيقابلك برضو هتلاقيها اتنين على طول في بعض كده من هنا ومن هنا بس وهديك الشكل دوا هتلاقي الدنيا سهلة معاكي ما هياش صعبة ابدا تمام كده فانا هكمل بقى كده للمفرش اوكي وبعدين نبقى نرجع ونشوف الشكل النهائي ايه ايه انا كده رجعت تلكه تاني وخلصت ركبت الوحدات كلها بتاعة المفرش وده الشكل النهائي للمفرش شايفين بقى شكله بقى جميل ازاي هو شكله بيضاوي اه انت نقداري تقبريه باي حن انت عايزاه مفرز سرير او مفرز صفرة او زي ما قولنا كده اه ممكن نعمله مجرد بس ان هو كده شكل دائري برضو زي ما انت عايزه اي شكل انت تفضليه هتشتغلي اه الوحدات جميلة اوي وسهلة جدا ومتاخدش وقت خالص وفي النهاية الشكل جميل اوي اوي اه تنفع كلها عندك من بواق الخيوط تمام اه اتمنى يكون الشرح حكا واضح وتداروا تنفذوا الوحدة وتعملوا المفرش اللي انتوا عايزينه وانتقابل في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة